معروف أن العلاقة ما بين صندوق النقد الدولي كجهة منحة وبين أي دولة مقتردة هي علاقة تعاون مسترك لتحقيق مصلحة مستركة الصندوق بيكسب من فوائد القروض والدولة بتستغل القروض في تحقيق أهدافها الاقتصادية وده بيتم عبر اتفاقات مستركة بيحط الصندوق خلالها رؤية لضمان اتفاق القرد في مكانه الصحيح وفي نفس الوقت بيضمن التزام الدولة بتزديد الأقصاد اللي عليها لأنها في النهاية دي مش فلوس الصندوق لكن فلوس المساهمين فيها وجايز يحصل يدوه في النص مشكلة وما تكونش على البال زي أزمة الصراع الروسي الأوكراني واللي أثرت على مصر بشكل كبير خليها ما تنفسش كل اتفاقيات مع صندوق الدولي في وقتها وواضح أنه في خلاف بدليل تأجيل معاد اللجنة المراجعة أكتر من مرة ولأن الأمور مش هتفضل كده أكيد في حلول الخروج من نقطة الخلاف يا ترى مصر ممكن تعمل ايه عشان تاخد بقية شرايح قرد التلاتة مليار دولار من غير ما تاخد قرارات تتعب الناس مصر قدامها حل من حلين ما لهمش تالت يتنفس تعليمات الصندوق وتحرر الجنيه بشكل كامل بالسعر المرن وتسيبه العرض والطلب قدام الدولار وتصرع برنامج الأطرحات بجانب خطوات إصلاح تانية وده عماليا صعب جدا لأن التعويم في وقت الأسواق فيها نقص في الدولار هيبقى كرسى والجنيه هيبقى في الأرض وتضخم الأسعار هتقفز لأرقام قياسية وده شيء هيعمل مشاكل اجتماعية كبيرة طبعا طب إيه الحل التاني؟ إن مصر تطلب تعديل شروط صندوق النقد أو مرونة في الشروط بمعنى ممكن تطلب مهل تنفيذ المطلوب بس في أوضاع تسمح بده وفي نفس الوقت تصرف الشريحة التانية مع التعهد الحكومي بتنفيذ الشروط يعني الصندوق ما يربطش صرف الدفعة التانية من القرد بتنفيذ فوري للشروط اللي مصر صعب تنفذها دلوقت ووضح كده إن في اتصالات على أعلى مستوى ممكن في مصر وما بين قيادات الصندوق للقروب بتفاهمات مشتركة في سياق صرف الدفعة الجديدة مع مراعاة طبعا الظروف المصرية ووضح كده إن الاتصالات مسمرة لحد دلوقتي وهنشوف قريب انفراجة في المشهد الاقتصادي سواء على مستوى العلاقة مع صندوق النقد الدولي أو مستوى توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبي والمؤشرات بتقول إن مصر هتستقبل أكتر من 83 مليار دولار من مصادر الدولار واللي كتير منها حقق زيادات كبيرة سواء من السياحة الاستثمار المباشر التصدير بالإضافة طبعا لبقية المصادر نتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام اللي جاية أنا أشركت أشرفة إلى اللقاء بانكير نبض البنوك